اشتركوا في القناة ما زلنا نتكلم عن المتعة لانو نيتنا لهذا الشهر هي المتعة بقلنا يومين يا جماعة ونخلص النية هذه او واو والله كانت نية وما زالت اللي يحط النية يحط النية لو يوم واحد لو دقيقة وحدة ماذا لو تغيرت كل حياتك لانك حطيت هذي النية وبرضو اللي ما حط خلفية الجوال حط خلفية الجوال واللي ما شاف الفيلم يشوف الفيلم وبعدين يشوف مناقشتنا الفيلم على اليوتيوب وعندنا ستة كورسات موجودة على الموقع سموية 69 داد نت عندنا الفرح طاقة المتعة وعي الضحك وعندنا الإيجابية وأسرار النشوة والدهشة هذه كلها راح تغلق بعد يومين طيب وإن شاء الله نعيد فتحها السنة القادمة في الغالب يعني يعني ما عطل في ممكن نفتحها قبل يمكن ما نفتحها أبد بس في الغالب هذه النية يعني أنه إحنا نكمل سنة بعدين نفتحها مرة ثانية فإذا كان عندك النية أنه أنت تطور أحد هذه المشاعر أو أحد هذه الأدوات فعندك فرصة اليومين أنه ممكن تسجل في هذه الكورسات واليوم نبغى نناقش شوية أحد الدهشة لأن شعور الدهشة هو شعور رئيسي وعميق لكل شخص متطور كل شخص متطور شعور رئيسي ومهم بالنسبة له لأن نابا ما رح تفتحها أبدا نهائيا نهائيا اللي ينتظرون نابا استسلموا يا جماعة نهائيا ما رح تفتح لأسباب كثيرة ففي أسباب هائلة أدت إلى أنه نابا ما رح يفتح مرة ثانية سوري لكل الأشخاص اللي ينتظرون وسوري لكل الأشخاص اللي يعني يمكن ما قلنا لهم في الوقت المناسب أنه نابا ما رح يفتح مرة ثانية والفكرة يعني يعني أقدر أقول أنها ما كانت بالشكل المتوقع العدد من الأسباب كثيرة يمكن ما هذا وقت أني أشرحها بس ما عد عندي رغبة بأنه الأشخاص يسجلون في هذا البرنامج طيب نرجع لموضوع عن الدهشة هذا الشعور المهم لكل شخص متطور لكل شخص عنده خلنا نقول هدف أنه يتطور أو هو في طريق التطور سواء كان هو معانا ولا مو معانا الأشخاص المتطورين دايما عندهم دهشة في حياتهم الأشخاص المتطورين دايما عندهم دهشة في حياتهم وإذا ما في دهشة معناها في في موضوع مو أوكي أنت مو في الطريق إذا ما في دهشة معناها أنت مو في الطريق في شي مو طبيعي انت قاعد في زاوية مقفل على نفسك قاعد في صندوق في احد مقفل عليك في احد يعني ماسك الرمو في شي مو مريح بالنسبة لي اذا ما عندك دهشة اليوم نبغى نناقش اللي هو موضوع لحد الدهشة لانه في اشخاص يندهشون بنسب معينة او كل شخص تختلف درجة دهشتها من حسب حسب درجة وعي وحسب درجة ادراك وحسب درجة ايضا قدرة الجسد المشاعري على انه يحمل الدهشة خلنا نقول انه فيه حد لكل شخص في الدهشة لو افترضنا انه فيه مقياس من واحد الى عشرة كل شخص عنده حد للدهشة مثلا شخص حد الدهشة عنده واحد اوكي ما يقدر يندهش اكثر من كذا ما يقدر ما يقدر يعني ما تقدر تعطيه معلومة او حقيقة او توريه شيء اكثر من رقم واحد لو وريت دهشة اكثر من رقم واحد حتى لو كانت جيدة حتى لو كانت ايجابية او زي ما يقول من النور سوف يحدث شيء سلبي سوف يتدمر شيء سوف يعني ينهار شيء قد يكون احد الاجساد او قد يكون شيء داخل الاجساد يعني مثلا على سبيل المثال لما يكون عندك طفل طيب الام تعرف بشكل لا واعي او عندها ادراك بشكل لا واعي تجاه انو الطفل ما المفروض انه احنا ندهشه كثير ما المفروض ما المفروض فتلقاها المعلومات اللي تقولها المدهشة او المفاجآت المدهشة تكون بحد معين ما تطلع كثير فوق تدرك هي بطريقة لا واعية بحسها الامومي انو ما يصلح تعطي اكثر من هاشي يعني مثلا خلنا نقول تعرف انها ما يصلح تعطي مثلا طفلها للمدرسة 100 دولار تعرف انو لا يعني طو ماتش هذا الموضوع ما ندريش يسوي بيروح يوزع بيروح يشقها ما راح يتصرف بطريقة جهة بيندهش يعني بيصير عنده شعور الدهشة بس التصرف تجاه هالدهشة في الغالب ما راح يكون ايجابي فتعطيه خمسة دولار يمكن يمكن دولار اعرف حسب مستواها لكن تعرف هذا الشي تدرك هذا الشي بس في الغالب مع انفسنا احنا كاشخاص ناضجين يمكن ما ندرك هذا الشي يمكن ما عندنا ادراك لحد الدهشة عندنا او خلنا نقول ما عندنا ما عندنا علم او معرفة ما سبق انه احد قال لنا ترى فيه حد للدهشة عندك اذا طلعت فوقه انت ممكن تنهار او تلخبط احد الاجساد عندك او يعني تتعطل الطاقة في مكان ما يعني مثل بعض الاشخاص مثلا تعطيهم دهشة على مستوى الجسد الطاقي ينهارون 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 تماما ينهارون يعني تدهشهم كده بشي مرة رائع مرة ايجابي مرة جميل على مستوى الجسد الطاقي ينهارون هو ممكن حد الدهشة عنده خمسة فانت عطيته في الستة او عطيته في السبعة او عطيته في العشرة لا كثير عليه كثير ما يقدر يعني بيقعد نايم 24 ساعة بينهار رح يجيها بلاعيمة رح تلخبط رح يجي شي في بطنة ما يقدر ما يقدر يخاف يرتبك يبدأ يوسوس فيه اشخاص مثلا لاحظتهم لما تعطيهم ممكن معلومة في الجسد الفكري اوكي معلومة في الجسد الفكري هم مرة مؤمنين بشيء بعدين تقولهم لا لا تعالوا 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 ترى ترى مثلا فيه شخص مؤمن جدا انه الرسول كان فقير بعدين تقول الرسول كان غني يرتبك يقول انت فمش تقولون فما بالك في اشياء اكثر في اشياء يعني ماخذينها بعض الناس كأنها يعني موضوع غير قبل النقاش موضوع خلاص حقيقة مطلقة مئة بالمئة فلما تقولهم لا على فكرة ترى ترى في معلومة ثانية انت ما دريت عنها ترى يقولك لا مستحيل لا لا شو قاعد يصير انا كل الحياة تلخبطت عندي لما عرفت هذه المعلومة وصلا كثير ناس معلومات دينية قلك انا لما عرفت هذه المعلومة الدينية اندهجت وكل حياتي تلخبطت كل حياتي تلخبطت كل افكاري عن الله عن الواقع عن الناس عن الحقيقة كله انا انهرت انهرت كل شي عند انهار ما عدا عرفوش الصح وش الغلط انا موجود في الحياة ولا ماني موجود انا موجود في الواقع ولا ماني موجود فهين تعرف انه هذا الشخص هو تعدى حد الدهشة اللي عنده يعني هو كان حد الدهشة عنده خمسة بس المعلومة اللي سمعها فوق الخمسة وصل مثلا الستة فبالتالي هذا الدهشة اللي اربكت كل هذه الطاقة ذلك اول شي من المهم انك انت تعرف حد الدهشة عندك اوكي من المهم انك انت تعرف حد الدهشة عندك تعرف انه انت تندهش واحد اثنين متى الدهشة خلاص تصير تخرب الدنيا فيه اشخاص الثراء بالنسبة لهم برا حد الدهشة اوكي يقولك انا بغصير مليونير يجي هالمليون او واو او واو تخرب كل الحياة كل الحياة تخرب بسبب هالمليون اللي دخل عليه كل الدنيا تخرب فيه اشخاص يدركون شي او خلنا يسمعون معلومة او يعرفون معلومة وطبعا كل ما كان الشخص انت بالنسبة لك لابد انك تعرف حد الدهشة عندك لابد تعرف انت حد الدهشة عندك واحد او حد الدهشة اثنين او خمسة او سبعة وانت دهشاتك تكون تحت مو اعلى من كذا اعلى من كذا خلاص يتلخبط الموضوع الزاق نظرا الزاوية الزاوية الثانية انه انت لازم يكون عندك الوعي الكافي لما تتعامل مع الناس على الاقل الدائرة اللي حاولك ايش حد الدهشة عندهم اوكي ايش الشي اللي انقالهم وشي ما انقالهم ايش المعلومة اللي تنقالهم والمعلومة لم تنقالهم ايش الادراك اللي المفروbinary lots يكون حد الدهشة للأخرين اللي المتخلفين النيام اللي يقول لك اي كلمة ما يحسب اي حساب ما يفكر اي تفكير ما يقول والله في ناس بتنهار في ناس بتطلخبط في ناس بتتدمر يقول معلومة كذا يعني كذا على الملأ يمسك ميكرافون يفتح فيديو يقول معلومة وش دخلني من الناس اللي ينهارني ينهار واللي يضيع يضيع واللي يتدمر يتدمر واللي يروح للمستشفي روح مستشفي It's okay it's okay بالنسبة له وهذه قلة وعي وضيع سراح لأنه لابد أنت إذا أنت تبغى تتكلم مع شخاص اللي حولك مثل الأم لما تتكلم مع طفلها أنت أوعى لابد تعرف وش تقول وش اللي ينقال وش اللي ما ينقال ما يعني أنك تكذب ما يعني أنك تكذب بس في شي ينقال في شي ما ينقال لأنه الناس عندهم مستويات عندهم حد للدهشة لما تعطيهم معلومة أكثر ينهارون فبتال أنت أذيتهم بهذه الطريقة فلابد يكون عندك هذا الحس لدرجة حد الدهشة عند الناس طبعا الناس متفاوتين أنت تعرف طفلك تعرف شرك حياتك تعرف الجيران بس مرات يكون عندك مجموعة زي مثلا أتكلم مجموعة يعني كبيرة ما أعرف حد الدهشة عندهم بس في الغالب أعرف من الوعي الجمعي أنه وين ممكن أطلع شوية بس مو أكثر شوية بس عشان نوصل للناس اللي أعلى شوية بس مو أكثر مو مو أعلى بحيث أنه الشخص ممكن يطلخبط أو ينهار لأنه هو اخترق حد الدهشة اللي عنده وممكن تكون أنت لاحظت وممكن تكون يعني قاعد تسمع شخص يقول أنه هو واعي أوكي ويعطيني طخ 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 أقفل ممكن البث ولا قفل أحس أن حياتي كلها تدمرت طب أنا ميش أسوي في هالمعلومات؟ ميش أسوي فيها؟ أوكي؟ أوكي؟ ميش أسوي في هذه المعلومات اللي خلطني مندهش جدا لحد أني ماني قادر أستوعب المعلومة ميش أسوي فيهم؟ ميش أسوي فيهم؟ مو أحطهم؟ يعني الأشياء تتدمر وتنهار يمكن أنت سبق أنك مريت في صدمة أي صدمة في حياتك؟ خلنا نقول مثلا خانك صديق خانك شريك حياة أنت تعرف أنه لما يخونك شخص العقل بشكل لاواعي يسوي تحديد للكل يسوي تعميم لكل القصة فتبدأ تشك بكل الناس تبدأ تقول هذا خاين لا شك لا أوه بعد هذا بيسوي لي نفسها بعد هذا بيعيد نفسه فسنون كل الناس مشكوك فيهم بسبب الحالة اللي أنت وصلت لها وهذا هو الدرس أصلا اللي أنت فهمته في الحياة لما تأخذ وقت وكذا وبعدين تتعدل نفس الشي لما فيه معلومة تتدمر عندك بطريقة تتعدى حد دهشة تبدأ تشكك في كل المعلومات اللي عندك وهذا يجعل الحياة فيها ألم وفيها صعوبة ذيك أنا دائما أرى أنه كثير من الحقائق المفروض الشخص يوصلها بنفسه ما المفروض أنها تنقاوها المفروض هو بنفسه بس إحنا نستحث الناس على أنهم يفكرون أنت تستحث طفلك على أن يفكر على أن يفتح عيونه ما تحط له الحواجز ما تحط له النظارات لما يسألك السؤال يقولك ماما أنا كيف جيت؟ معناه هو يستحق الجواب أوكي هو جاهز هو يستحق ما يقول ماما مين الله؟ أوكي الآن نتحدث لأنه هو مستعد أنه هو يستحق الجواب بس أنا أجي كده أطب عليه معلومة أقولك تعالي أشرح لك خلني أقولك أنت كيف جيت للحقائق تعالي أشرح لك عن الله بسوي له بضرب حد الدهشة ونخبط الدنيا عنده فنأؤمن أن الأشخاص سيصلوا للحقائق اللي تناسبهم أؤمن تماما أنه كل شخص ينظف ويطور الجسد المشاعري سيصل كل شخص ينظف ويطور الجسد المشاعري سيصل لأن جسد المشاعري يصير قادر أن يشيل يصير قوي قوي قادر أن يشيل قادر أن يسمع ويعرف بس وقت ما يكون هو جاهز وقت ما يشوف وقت ما يعرف وقت ما المعلومة تجيه على طبق من الذهب ذاك الوقت يكون هو جاهز طيب خلونا نأخذ أسئلة طفال دون مستفهم لأنهم لسا ما حطوا لنظارة لا نظارة وردية ولا نظارة سودة ولا نظارة بنفسجية ملاك تقولي أول مرة اندهشت من كمية حزن مراسم الشيعة وتعجبت من كمية الحزن اللي عايشين فيها وأعتقد أنهم هم برضو يتعجبون من أشياء أنت تعيشين فيها صدقين 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 يعني كل واحد قاعد في كرسي يعني ما يدري لأنك أنت لما تعيشين برمجة معينة لما مثلا تعيشين برمجة برمجة تأنيب دعنا نقول عندك مذهب أو دين أو فكر يدعوك للتأنيب طوال الوقت فوق راسك خزر على طوال الوقت فوق راسك يعني زنوبك طوال الوقت 24 ساعة أنت بس تنفسي طلعي ظفرك قولي لا الأحد طوال الوقت متأنبين طخ 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 جلد جلد 24 ساعة ما يدرون أنهم مجلودين ما يدرون أنهم متأنبين لكن أقعد أشوفهم الشيعة حزينين لأنه أنت ممنت حزين بس أنت متورط بشعور ثاني أنت مرضي بشعور بس أنت قادر تشوف فهذه مشكلتنا طوال الوقت إنه إحنا نقدر نطلع عيوبهم هم عندهم مشكلة هم فيهم كذا وهذا جيد جيد إنه إحنا يعني نقدر نفهم بس في نفس الوقت إحنا ما نقدر أنا وش بزوي أنا وش مهبب أنا وش وش نغسل دماغي في إيش أنا وش لون يعني وش القصة اللي صارت لي وما قدرت أشوفها وما قدرت أني أنا أنتقدها وما قدرت أحطها على الطاولة وما قدرت أفتح حيوني وما قدرت أناقشها بصوت عالي يعني صدقيني كل ناس عندهم قصصهم او واو غدير تقول في حرب في العراق يا حبيبتي صحيح؟ أنا ما دريت عن هذا الموضوع حبيبتي غدير نتبهوا لأنفسكم الله يقويكم يعني الله يرد الشر لمن فعله وترتد الكاربة عليهم احفظوا أنفسكم نتبهوا للمكان اللي أنتم فيه ارفعوا ذذباتكم نحن نتبهوا للمشاهدة خلوكم مع الناس اللي تحبونهم وتذكروا دائما أنه في أشد أزمات الحرب فيه سلام فيه مكان فيه سلام فيه كذا مكان حتى في قلبك فيه سلام فيه مكان في الأرض فيه سلام تواجد هناك تقول كشنو قصة الجوي أدهشينة لسه ما خلطت اوه.. حبيبي. عند دهشات عجيبه هذا الولد صارتها قصص شوف تقول ، تقول لك صديقتي وين راحت ؟ سألت امها عن، لما قلت الام ويفهمتني غلط تقول اكبر دهشة فحياتي لما عرفت كيف تحمل المارعه صديقاتي قالولي و لما قلت الام ويفهمتني غلط اوكي يضطرون الاطفال يطلعون يدورون المعلومة برا سؤال جميل من صديقتي هاجر تقول ليش نحط نية للمتعة ليش اصلا نخطط للمتعة احس المتعة الحقيقية تكون بدون تخطيط اول شي موضوع التخطيط خليه على جنب انا ما قلت لك خططي انا قلت لك الان حط نية للمتعة خليه ابغى يقول لك شي هناك الكثير من الاشياء يعني خلنا اقولك بعدد لا نهائي جيدة من الممكن ان تتجلى في حياتك لكن لانك ما حطيت النية لن تتجلى متخيل متخيل كثير كثير اشياء من الممكن ان تعيشها ايجابية جميلة رائعة جيدة في حياتك بس لانك ما حطيت النية لن تتجلى كثير اشياء جيدة موجودة على الطاولة بس اشر عليها بس قل ابغى هذا ابغى هذا ابغى هذا سوف تأتي لكن لانك ما حطيت النية ما جت حبتلي انا اؤمن انك انت تحتاج النية عشان انت تجلب الاشياء وتحضرها وتخليها حاضرة في حياتك هذا شيء الشيء ثاني خليني ابغى اقول لك تكلمنا قبل او شي مو كل الناس مستمتعين احنا عشنا في بيئات الامهات والاباء والمدرسين عندك حصة انت تستمتع فيها في الصف ما عندك عندك احد يشرح لك المشاعر في الصف ما عندك امك ابوك شرحوا لك المشاعر ما عندك اجدادك اصدقاء نهائيا افلام حتى يعني مؤخرا صار في بعض الافلام تحاول انها تطور المشاعر بس وانت رايح التاريخ ما ساعدنا انه احنا نطور مشاعرنا ابدا ابدا النيا كثير صارت النيا كثير صارت الان عندنا احنا لانه ما نقدر نعيش ما نقدر حرفيا ترى انا ما ابالق انا ما اقول لك انه احنا حرفيا لا نستطيع ان نعيش بدون طاقة الحياة هذه مثل البطاريات تكلمت عنها في النشوة تكلمت عنها يمكن في الدهشة فهي مستويات النشوة الدهشة اللذة المتعة فهذه البطارية انت لن تستطيع يعني تموت تسوي اكزيت بكل بساطة لو ما كانت موجودة في حياتك فبالتالي الانسان اصلا اصلا حتى لو حطيته في احلك الظروف سوف يستمتع لو ربطت لو حطيته في سجن لو حطيته في كل الظروف السيئة رح يغمض عيونه ويدخل الاشياء جيدة ويستمتع طيب لكن هذا النظام لا واعي لا واعي هو ما يعرف ان يسوي كذا ما يعرف ان هو عشان يعيش يسوي كذا عشان عشان اعيش البكرة اغمض عيوني واتخيل شي جيد لانه ما قدر اعيش اصلا لو ما سويت شوية ختم البطارية هذه بطارية الحياة فهذا النظام كله لا واعي مو موجود مو موجود في حديثنا مموجود في المدرسة مو موجود عند الام والاب مو موجود في اي مكان لك لابد انه يطلع من حالة اللاوعي الى حالة الوعي عشان انا اسوي وانا عارف او او اوكي انا هنا قاعد اسوي هنا قاعد اسوي هنا قاعد اسوي فيه فرق ما بين اني انا قاعد اخطط ما بين إني أنا أطلع أطلع هذا الشعور من طاقة المتعة من حالة اللوعي إلى حالة الوعي يعني أنا عارف عندي إدراك للموضوع عارف أني عندي طاقة حياة هنا لازم أخذيها حاضرة لازم أخذيها موجودة مو بس في حالة الطوارئ لا 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 مو بس في حالة الطوارئ مو أخرها للآخر الليل علشان أخذ الشكلت لا 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 عندي استراتيجية عندي طريقة فهذا هو وجلسة طاقة المتعة وأدعوك أنك تحضرينها راح تكتشفين أنك أنت راح تنقلين المتعة من حالة اللاوعي إلى حالة المعي هذا هو الشغل اللي سويناه في طاقة المتعة آه ليان تقول الشهر كله متعة وضحك بسبب قطوة صغيرة قررت تستقر عندنا يلا الله يمتعكم تقول كلام مندهشة من جاردي فيها صفات كتيرة كانت فيني بنسختي القديمة ما هي الرسالة الرسالة يعني تحاول ترجعها يعني النسخة والهوية يعني لا تريد أن تموت بس حلو أنك أنت تقول عشان تنتبيه لنفسك يعني سلمان يقول أنا دائما مندهش بس إيش الفائدة ما أشوف أني أستفيد من هالشي هالدهشة تفيد عمل الإبداعي أصل لو كنت أنت مبدع بدون أدنى شك أنه أنت مندهش وأنت تدهش الآخرين يعني أي شخص مبدع أي روح مبدعة هي تستطيع أنها تدف الدف للحد الوسع اللي موجود في الجسد المشاعري فأي شخص مبدع هو لابد أن يندهش أول ثم ينقل الدهشة للآخرين ذلك هذا هو دورة تجاه نفسه أول شيء أنه يندهش بعدين ينقلها يوصلها للآخرين كل المبدعين بهذه الطريقة هم يدهشون من طوال الوقت تكلمت عن هذا الموضوع في الدهشة مرة قلتي أنه في معلومات لو عرفها أغلب الناس لن انتحر وهل هذا خارج حدود الدهشة؟ أي بالضبط في حد عام للبشر في حد عام للبشر لو أنه عرفوا أعلى من كذا ممكن تضطرب الدنيا كلها يضطربون كثير البشر ففي أشياء ما المفروض أنها تنعرفها وتنحط على الطاولة صحيح؟ شف أنت قسها على الأشياء البسيطة عندك قسها على طفلك لو عرف معلوم عينة ممكن يخذ موقف كثير سلبي تزامن مع كدامك دكتورة كنت ناوي أعمل بلاغ لشخص بس بفكر كيف لو وصل لأهله ما يتفاجأوا مع أنه أذاني قصدك على موضوع صاحبتنا اللي تقول في واحد ضحك عليها طلب صورتها ما دلبي يسوي لها تحليل ما عرف إيش طلع عنده أهداف جنسية أنا أعتقد أنك تشكرين أنك أنت تفكرين في الحالة الكاملة للإنسان وأنه الواحد لما يبغى يعني يضارب مع أحد أكيد أنت تحتاج تفكر أهله أطفاله يعني أشي الخيارات اللي موجودة وتوازن الموضوع يعني درجة الإيذاء اللي صارت لك قبل فترة أذتني أحد السيدات وكان عندها أطفال وانا كثير أحن على أطفالها يعني في البداية حاولتني أنا يعني أوكي عشان أطفال بعدين حسيت أني أنا ما أقدر أعدي الموضوع لا ما أقدر أعدي الموضوع فخضت حرب يعني أنت في النهاية اللي تقدر تحس أنه أنت تقدر تمشي الموضوع درجة الإيذاء اللي أنت تأذيتها هل فعلا أذاك ولا حاول يأذيك ترى في فرق في فرق يعني مثلا واحدة من البنات اللي حطيت لكم بعض الرسائل قالت أنه هو قال لي أني أنا يعني بسوي لك و بسوي لك وقلت لها سوي أعلم في خالي كركبة وسويت لها بلوك وخلصت الموضوع فهو حاول يأذيها بس ما أذاها فإنه يعني إذا حاول بس ما ما تأذيت أنت ما في جرح ما في جرح أوكي أقول أوكي يعني فكري أوكي أطفال أو كذا عموما خلني أذكرك أنه كثير من المعتدين هما ما فكروا في أطفالهم ولا فكروا في هالهم ولا فكروا في جيرانهم ولا فكروا في شركاء حياتهم ومرات تفكر قديش هما كانوا ضيقين الأفق وقدش هما أنانيين لما سووا هذا الاعتداء وأنه مرات أنت بسبب وعيك وسبب إدراكك أنت اللي تفكر بالنيابة عننا تخيل يعني أنت إنساني لدرجة أنك أنت تفكر بالنيابة عننا عن أطفالة عن عائلتات وش بيصير وش ما بيصير ومرات يكون من مسؤوليتك أنك أنت تساعد هذه العائلة وهذه الأسرة خصوصا لما أنت يعني خلنا نقول مثلا سويت بلاغ على هذا الشخص ونسجل هذا الشخص هو العائلة الوحيد لأسرته يمكن أن تي محتاجة بكرة جميل لهم الخبز والجبن يعني وانت يخطي الرجال عشان يتعاقب فيصير مسؤوليتك ومسؤوليتك القانونية بس مسؤوليتك الإنسانية ومسؤوليتك الكارمية أنه أنت قررت أنك أنت تحطين هذا الشخص في موقع أنه يعاقب بس أطفاله ليش يعاقبون عشان عندهم أب خسيس وذني فأنا أؤمن بأنه نحتاج أنه نحسب هالأشياء كلها وحنا نعاقب الناس أو ندخل معهم في حروب أو يعني نقدمهم لكن في نفس الوقت نحسب كل هالإجراءات تركيها الرب العالمين ياخذ حقك جملة غير صالحة جملة غير صالحة هذا هي الفلسفة اللي أنت برمجوك عليك يعني في واحد قاعد يضحك عليك يضحك عليك يقول هذي هذي بشلون تفكر بشلون يعني بشلون يعني قصدك أن الله بينزل بيعني بيضرب هذا ولا بيوديه بستين داهية بشلون وش هالفلسفة اللي أنت هو الله حط لك الطرق أنك أنت تعاقب أو ما تعاقب أنت 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 معك الأدوات أنت إنسان يعني ما يصير أن يقول أوكي بكرة بتجي قصة يعني تعاقب طيب دكتورة علاج النقر يفيد الجسد للمشاعري بتحرر أن هوا ينصحون فيه أحد الأدوات أنك أنت يعني تحرر الشعور من الجسد للمشاعري وانا أؤمن أنه الشعور موجود في الجسد بس ما يكفي ما يكفي يعني لو تقولين مثلا أنا بغت بسوي مساج كل يوم بسوي مساج هالمشاعري سيتحرر؟ بقولت لا كل يوم بضغط هذه الضغطة بسوي كلام هل جسد المشاعري سيتحرر؟ لا لا ما يكفي لأنه فيه جسد مشاعري لأنه فيه جسد عقلي في الجسد فكري فما يكفي أنه أنت تشتغل على الجسد المادي فمرات أنت تحتاج تضغط مرات أنت تحتاج تمد صح أو لا؟ وبعدين مو كلها موجودة ظاهرة مو كلها قدامك فيه أشياء جوة 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 عندنا هنا الرئيسيات اللي يعبون كل المشاعر هم جوة 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 ما مو نقر لا لا مو نقر أكثر من نقر هنا وهنا مو نقر بس لا مو لا بس أؤمن أنه الجسد المادي يخزن يخزن ويحتاج يحتاج أننا نشتغل عليه يحتاج أننا يعني يعني نضغط ولا كيف تحسب مثلا عندنا في في موضوع الوضوء كثير مهم كثير مهم فهو هي كلها متصلة لكن خلني أقول لك كل شخص ينادي لمدرسته كل شخص ينادي لمدرسته أنا أؤمن أنه أنت تحتاج أن تشتغل على كل شيء تحتاج أن تشتغل على جسد المادي على جسد الفكري على جسد المشاعري وأؤمن أنه أنت لازم تأكل كويس عشان تكون شعورك كويس وأؤمن أنه لازم تنظف بس برضو لازم تأكل يعني أحد ينظف بهذه اللغويس بقول لا يعني إلا ما تأثر هاللغويس على جسد كل مشاعري فهذه خلاصة يعني خبرتي وتجربتي وتجاربي وما تتخيل قد إيش الأشياء اللي جربتها طوال الوقت أنا مفتحة لتجرب أي شيء ممكن يغير الشعور أو يحسن المشاعر فأكتشفت أنت لازم تشتغل على كل الأجساد لازم لازم هذا وهذا وهذا لازم كلهم في شخص يقعدي يطقق بعدما يوصل لنتيجة أقول لا طبعا في أشياء ثانية تعرفت على شخص أستمتع بالحديث معي يدهشني بدكائي وسرعة الجواب بدقة وخفة الدم لكن لدي يشعر بأنه وهم يصير 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 زي أشخاص هنا يدخلون يسمعوني أدهشهم فيقررون بأنه وهم هاي طريقة من طريقة الحماية في الجسد الفكري فهذه هي ماذا أقول لك المشكلة هذه هي طرقنا المتخلفة للحماية والمتطورة يعني ممكن شوف لها زاوية التطور إنها تحميك بس فيها زاوية تخلف إنها ترجعك لحدودك خلق لحدودك وش قاعدة أشرب صح سؤال جيد قاعدة أشرب كوكونات ملك كوكونات ملك لذيذ معا قهوة خفيفة بس طبعا عندي كاف طيب حبايبي العراق الله يقويكم الله يقويكم برينسس حبيبتي I love you ومن يعمل قال ذرة شرة يرى ومن قال ذرة خيرة يرى إيه صح هذا صحيح بس أنت الآن حددتي وهذه فلسفة بس أنت الآن حددتي إنه هو خير لما أنت تنازلتي تحددتي إنه أنه أنت الآن أنت حكمتي أوكي هذا الرجل أساء لي طيب بس عنده أطفالي أنا لو أني عاقبت هذا الرجل رح يروح للسجن مثلا لأطفال رح تورطون فالآن أنا الحكم أنا الآن الحكم أنا نائب عن العدالة الكونية مثلا أنا الآن الحكم أني أنا أقرر أنه هذا الشخص بناء على قدرات إمكانياتي البسيطة عقلي وشعوري وخبرتي في الحياة فقررت أنه هذا الشخص لا يستحق العقاب لا يستحق يعني ما وصل للحد ما وصل للحد ما حسبت كل الأطراف ما حسبت كل الأشياء حسبت كل الأمور هو سوى غلط لكن عند أطفال لكن ما ضرني كثير لكن فحسبت كل كل الحسبة هذه بإمكانياتي وبقدراتي وقررت أنه لا يستحق العقاب فبتالي أنا قررت أنه ما زال في الخير ما زال في الخير ما زال في الخير أنا قررت بكامل إرادتي أنه لا يستحق العقاب طيب أنت فشلون بعدين تقول أنا أبغى الله يعاقبه وأبغى ما أعرف أيش وأبغى تجي المصيبة وتجيها طيب أنا قررت هذا هو أبغى نقول شي ونعتقد شي ونفهم شي ونحط شي على الطاولة ونبغى شي ثاني ونخبي شي وننتظر شي ثاني شلون شلون يا جماعة شلون مدام أنت قررت أنك خلص تعفو على هذا الشخص فأنت قررت أنه هو خير هو خير مع كل حسبتها كذا بحسبتك بطريقتك مع كل الحسبات والإحتمالات وفي النهاية لا يستحق العقاب طخ لا يستحق العقاب فأنت أعفيته من المشكلة أعفيته من العقوبة فمدام أعفيته من العقوبة تنتظر العقوبة عليه ليش ليه يعني تقول يا الله بيجي وينتقم والله ما أدري طب أنت أعفيته من العقوبة أنت كان بيدك أنك تعاقب وأعفيته من العقوبة وحددت أنه هو إنسان ضمن الخير في النهاية طيب ما أود أن ندخل أكثر من كذا عشان ما يعني نتجاوز حد الدهشة هلو ناخذ السؤال نازك حبيبتي تقول هل تقل المتعة مع تقدم العمر أم طبقات التعقيد تضللها قصد كدنا يكون الشخص مستمتع أكثر أم لا أقل شوفي تختلف اللي لاحظت عنها تختلف حسب الوعي الجمعي إلا إذا الشخص هو تفرط الشخص هو شوية يعني طلع نفسه من الوعي الجمعي فإذا هو الحالة هو الحالة عند النضج الكافي أنه يتفرد من الوعي الجمعي فهو أكيد سيلتقط نداء الروح الثالث بطريقة جيدة وسوف يستمتع هذا الطبيعي لكن غالبا لما يكون هو ضمن الوعي الجمعي بالتالي في بعض المجتمعات تقول لك خلاص أنت بتكبر وتنبسط أنت بتوصل للستين وبتتقاعد وتكون تعيش حريتك وتعيش بسطتك في موجتمعات كذا في مجتمعات لا أنت أنت بتوصل للستين وكذا بعدين تقعد في الغرفة وكذا تقعد يعني أعرف شو تسوي كي تنتظر الموت ففي مجتمعات تحس أنه كبار السن عندهم يعني قاعدين يتألمون أو يفقود المتعة في حياتهم وفي كبار السن يعني في بعض الأماكن في بعض الدول في بعض المدن تلقاهم يعني يغردون كنهم أطفال صوتين ومستمتعين عندهم جدول لمتعتهم وخلاص أمنة والجانب المادي وعايشين عايشين كذا يعني بدون قيود وبدون حدود فلينها علاقاتهم صديقتي تقول أنا أندهش لما أشوف شخص عند حكمة كبيرة ووعي وأنبهر بس المشكلة أصير أقارن وحس نفسي أقل منها كلنا أقل من أحد كلنا أقل من أحد ما ما في أي عيب وأي مشكلة أنه أنت تكون أقل It's okay في أحد أحكم مني أنا متأكدة في أحد أجمل مني في سيدة أجمل مني أنا متأكدة في سيدة أثر مني أنا متأكدة في سيدة أهدأ مني أنا متأكدة في سيدة يعني دائما في أحد أحسن منك ما في شي مقلق أنه في أحد أحسن منك شي مقلق أنه أنت اليوم نفس أمس هذا شي مقلق لكن في الغالب أنه إحنا نشأنا في بيئة تعتمد على موضوع المقارنة وأنه وجود شخص أحسن منك خطر أنه آه واو هاي سيدة أجمل مني آه 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 الموضوع خطر بره لا 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 اتخذت وحدة غطت على كل البنات جميلة جدا يعني أخذت كل الأجواء آه خطر ولعت اللمبة الحمراء وشو سوي خلي أروح للحمام وضبط الميكوب لعلي أحاول ألحك خلني أطلع بكيف الحفلة ليش أحط نقشبها خلني هزها خلني أفشلها خلني حال الطوارئ حال الطوارئ أنه أنه في سيدة أجمل مني أوعدك ستكون هناك سيدة أجمل منك أوعدك سيكون هناك شخص أحكم منك أوعدك سيكون هناك شخص أثرة منك دائما في أحزن منك It's OK آه المفروض أفكر كيف أضبط أموري مع هذه السيدة الجميلة كيف أضبط أموري مع هذا الشخص الحكيم كيف أضبط أموري مع هذا الشخص الثري آه هذه الطاقة خلي أشوف هذه الطاقة وأتعلم منها وأعيش هذه الأجواء مع هذا الشخص هذا التفكير هذا التفكير أنه أنا أنضم لهذه الذبذبات أنضم لهذه القوة فهالطريقة بس مرات الشخص يقول والله أنا غصب علي غصب علي لما تدخل سيدة جميلة تولع لنبة حمراء وأنعفز وتتلخبط مشاعري وخلاص أحس الدنيا نهارت وأحس مشاريعي كلها تلخبطت فأحب أقول لك يصير أنه مرات يعني بشكل لا واعد الطفل الداخلي يطلع ويرتبك عشان هذه المقارنة وهذا يعني أنه في الطفولة كانت هذه المقارنة كثير حادة كانت هذه الطفولة يعني مبنية على المقارنات ولابد يتنظف لابد يتنظف الموضوع لابد لابد محتاجين وعي لهذا الطفل أنه ينتقل من هذه المرحلة لمرحلة أخرى اللي عادي عنده عادي هذا طبيعي هذا المفروض أنه أنت عادي أنه في ناس أحسن منك مفروض أنهم يلهمونك أنت كيف تتطور مفروض أنك أنت تستفيد من طاقتهم هل تعتقدين المشي السريع الهرولة لوقت طويل يحرر بعض المشاعر والطاقاتهم كدسة بفكر البلوكات أي حركة في الجسم تعمل تحرر لكن لا يمكن أني أقارن مثلا يوغا بمشي لا يمكن لا يمكن أبدا أني أقارن يوغا بمشي لا يمكن أقارن يوغا حارة بمشي تخيل يوغا حارة يعني يعني إيش ممكن يطلع منك مقارنة بالمشي بس هو منه المشي مفيد مفيد للجسد المادي ومفيد للجسد المشاعري لكن إذا تبغى تقول لي والله أبغى خلاص أبغى رياضة واحدة خلاص أنا ما أبغى مساج ما أبغى أضغط ما أبغى أسوي ما أبغى أقول لك رحل يوغا بقول لك إذا أختار رياضة هي أحسن رياضة للمشاعر أختار اليوغا أختار اليوغا الحارة ليس اليوغا الحارة لأنه لما تكون يوغا عادية أو باردة لا يمكن نختار رياضات أخرى يعني حتى الآن من تجربتي اليوغا الحارة هي الأحسن بس لا تعفيك من أنك تشتغل على لا تعفيك من أنك بكرة تكل لغويص وتسوي لنيوغا يعني تعدل من هنا وتخرب من هنا أو أنك أنت يعني جسدك الفكري تعبان وقاعد تسوي وجسدك البشاعري غير منظف وقاعد تسوي كلهم محتاج أنك تشتغل كلهم يوغا حارة يعني حار يعني حار حار يعني حار يعني كذا تعرك ساونا يعني ساونا أي ساونا أعتقد أن تعتبر ساونا لأنها درجة حرارتها أي ساونا يوقف الساونا كذا أنا اتجهت إلى علاجات غير تقليدية ونفعتني هل لمن أطبقها على أطفالي وسألوني عن تفاصيلها أتجاوز حد الدهشة لا مدام سألوك مدام هذه قصتهم مدام وصلوا لها مدام أنت أمهم مدام هذه كارما الأجداد فهم يستحقونها يستحقونها وبالعكس ممكن يطورونها أكثر على الأقل أنها صارت في طفولتهم تقول لك في الرياض كل يوم ساونا طيب كويس هذه مميزات الرياض والله ما أحد يلقى زيها طيب بعد النية صار معي دهشة وبعدين ضحك على فترات وقد شفت أني كنت على حياد من سنة والدنيا خربانة أي شفت المشكلة هنو اللي في الحياة ترى ما يدرون كثير منهم ما أقول كلهم كثير منهم ما يدرون يحسون أنهم هادين وعاقلين وعندهم الحكمة الكافية أنهم ما يتفاعلون مع الحياة بس بالنسبة لي قدر أشوفهم أعرف أنهم في الحياة المحايدين هذولا مسوين ثقل 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 ما تتخين قديش الثقل اللي هما فيه كي تحسوا انهم او واو يا حليلهم والله بس هما في خدعة أغلبهم أغلبهم منخدعين أنهم هما وصلوا مكان جيد بينما الدنيا خربانة على قولتك فأنا مبسوطة أنه بعد النية أنه دخلتي دهشة بعدين ضحك مبسوطة مبسوطة جدا أنه في شي توسع في حركة صارت في شي قاعد يشتغل ولو تبغين أكثر أنك أنت تحضرين على الأقل وعي الضحك لأنه يبدو اشتغل معك أكثر فأحضروا وعي الضحك شوفوا يوم ممكن توصلين حياد مريح مظلل كله ضيعة حبيبتي تغني وعيالها منزعجين صديقتي تقول تحقيق الأهداف يوصل للنشوة لا أعتقد لا الأهداف إذا طلع منها شيء يطلع منها متعة يطلع منها دهشة مستبعد حتى الدهشة مستبعد الدهشة تنحل قبل الدهشة ما تنحل بعدين في الأهداف فتكلمت عن هذا الموضوع في كورس الدهشة تكلمنا عن موضوع الجذب والدهشة وكيف تشتغل الأهداف فمن الممكن أن يكون الإنجاز متعة من الممكن أن نحصل لذة يستبعد موضوع الدهشة في الأهداف ويستبعد جدا موضوع النشوة في الأهداف ويستبعد جدا موضوع النشوة في الأهداف ولكن هناك شخص يقول أنا عندي هدف النشوة مثلا لأنني أهدف للنشوة فنقول أوه أوكي حصل نشوة لأن هذا هو الهدف بس نحن نتكلم عن أهداف عادية أبغى أتخرج أبغى أتزوج أبغى أفتح مشروع أبغى أتقن الطبخة الفلانية أبغى أسافر في الصيف أبغى أشتري شقة أبغى أشتري بيت أبغى أتزوج كل هذه الأهداف يعني غالبية الناس يجولون حولها هي تحقق لهم ممكن متع هذا إذا حققت مرات ما تحقق متع مرات تحقق قيم قيم عندهم يعني تحقق قيمة حرية تحقق قيمة أمان تحقق أكثر من إنها تحقق شعور بالمتعة وشعور باللذة لكن النشوة أبعد النشوة هي أرقى من أنها تتأثر بموضوع الأهداف طيب يا جماعة أذكركم باقي يومين فقط ويغلق التسجيل في الدهشة أسرار النشوة الإيجابية وعي الضحك طاقة المتعة الفرح أتمنى أنكم استفدتوا واستمتعتوا اللي ما حط النية حط النية واللي ما حط خلفية الجوان حط خلفية الجوان أشوفكم إن شاء الله بكرة شكرا للايكات شكرا لقلوب شكرا لكلام الجميل تصبحون على حب